موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم حلقة جديدة ويوم جديد في بالوراء والألم يوم طبعا من أصعب الحلقات اللي ممكن الواحد يقدمها من أصعب المواقف اللي الواحد ممكن يتعرض لها مش علشان اللي توفى أو اللي رحل عن عالمنا ده واحد من أساطير الكرة المصرية أو واحد من أساطير الرياضة المصرية لأنه شخص من الصعب تكراره في حياتنا وفي عالمنا بصفة عامة من الصعب أنك تقابل شخصية زي شخصية الكبير الكبير الكابتن حمد أمام الرحل زي ما ما تقال كده في هدوء زي ما كان عايش أيضا في هدوء كابتن حمد أمام طبعا واحد من نجوم الكرة المصرية واحد من اللي بانوا نادي الزمالك واحد من اللي كان ليهم دور بارس جدا في زيادة شعبية نادي الزمالك بدون ما يتكلم وبدون ما يحصل على حقه خلال الفترة اللي كان متواجد فيها سواء متواجد كان مسؤول في نادي الزمالك أو مسؤول في اتحاد الكرة سواء كان قبل كده لاعب كرة الناس بتتكلم على موهبة كابتن حمد أمام الفزة لو كانت موجودة دلوقتي يعني دلوقتي أنصاف الموهبين بيتعاملوا لا خد حقه المالي ولا الأدبي ولا التعامل اللي يجب يعني بحجم واحد زي حمد أمام راحة لكابتن حمد أمام عن دنيانا فجأة قد يكون طبعا أو بعد صراع قصير مع المرض نسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يتغمدوا برحمته بقدر ما أسعد الناس وبقدر ما أسعد الملايين وبقدر احترامه للناس وبقدر تعاملوا مع الناس باحترام سواء كان احترام من لعبين أو مسؤولين أو مسؤولي عندها منافسة أو مسؤول أو إعلاميين أو صحفيين اتضح في النهاية أن كابتن حمد أمام هو من خلال الجنازة اللي شفناها النهاردة ومن خلال الفاجعة اللي أصيب بيها كل المصريين المصريين بصفة عامة مش مصريين خاصين بفئة معينة بكرة القدم بالرياضة المصرية اتضح أن حمد أمام هو اللي كان فاهم الحياة صح فاهم الدنيا صح أنه هو يعطي بدون ما يتكلم أنه هو لا ينتظر المقابل نتيجة عطاءه أنه هو يخلص في المكان اللي يكون موجود فيه دون ضقيق أنه هو لا يخطئ في أحد ولا يتجاوز في حق أحد ففي النهاية تلاقي النهاردة جنازة مهيبة جنازة شعبية جنازة من كل طوائف الشعب الناس كانت موجودة طبيعي أن يكون موجود نجوم الكرة وزملائه سواء على مستوى ناتزة ماركة أو داخل ناتزة ماركة أو الأهلي أو الإسماعيلي أو كل من تعمل معهم حمد أمام لكن اللي مش طبيعي أن حمد أمام يكون الناس اللي موجودة ناس من طوائف الشعب سواء بقى سيدات سواء أطفال الأطفال اللي هم شفت أطفال النهاردة كتير جدا في الجنازة وشفت طبعا ناس بسطاء كتير جدا لأنه هو كمان كانت شعبيته من هؤلاء البسطاء واللي هم عارفين قدر حمد أمام واسمه الكبير راح الحمد أمام وترك لنا النجم اللي قدامكو وواحد برضو من أساطير الكرة المصرية واللي برضو أصبح يعني عليه مسئولية أكبر من المسئولية اللي تولاها كرئيس جهاز لكرة القدم في نادي الزمالك أصبح عليه مسئولية الحفاظ طبعا على الاسم الكبير لعائلة إمام الاسم اللي بدأوا الكابتن يحيى الحرية أمام حارس مرمى نادي الزمالك الأسبق وأيضا والده كابتن حمد إمام طبعا يعني بيلقى احترام الكاثرين والعامة قبل الخاصة حمد أمام الناس بتتكلم عنه أنه كان موهبة فزة في كرة القدم وموهبة فزة في الكرة وفي التعامل مع المنافسين أو الخصوم بالنسبة للمباريات اللي كان بيشارك فيها سواء أمام واستهام سواء المباريات المحلية أمام النادي الأهلي بصفة عامة ده طبعا الدكتور عمر خالد وده يوري لك طبعا قيمة حمد أمام واسمه الكبير وتأثيره في طواقف الشعب بصفة عامة كمان حمد أمام زي ما قلت لكم ما كانش عنده موهبة الكرة القدم ولكن كان لديه موهبة أيضا في الإدارة الرياضية برضو بدون ضقيق وبدون أنه كان يتكلم عن نفسه وعشان كده النهاردة ضفنا واحد من طبعا نجوم نادي الزمالك السابقين ومن أيضا رموز نادي الزمالك السابقين الرموز نادي الزمالك بصفة عامة هو الدكتور طبعا كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق واحد من طبعا أسادزة الإدارة الرياضية وبالتالي هيتكلم معنا النهاردة عن الراحل الكبير كابتن حمد أمام خصوصا أنه هم تنافسه في انتخابات على رئاس نادي الزمالك في التسعينيات واستطاع دكتور كمال درويش أنه هو وقتها يعني يفوز بيها ولكن هيكلمنا أكتر هو لأن طبعا كان على قرب بشكل كبير مع الكابتن حمد أمام وتعمدت أن يكون الدكتور كمال درويش النهاردة ضفنا علشان في قيمة النهاردة بتترصخ أو إحنا بنشوفها أو أجيالنا وفي ظل إحنا يعني بنعاني من الحفاظ على الانتماء والقيم والمبادئ لما النهاردة الدكتور كمال درويش المنافس كان لحمد أمام في انتخابات نادي الزمالك هو اللي هيتكلم عن قدرات وجدارة حمد أمام سواء على مستوى قرات القدم وعشرته اللي امتدت مع حمد أمام أعتقد لأكتر من خمسين سنة هو اللي هيصحح المعلومة ولكن علشان كمان ترجمة نانسي قنقر